والمتابعة ينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفية الدكتور عماد عبدالهادي ألم بك دكتور تعليقك على وطيرة التصعيد هذه بين واشنطن وتهران هل نحن بصدد حرب من هنا أم لا نزال في محور التهديدات؟ نحن بين بين التهديدات الصادرة عن إيران تأخذها واشنطن على محمل الجدية مسألة الأسلحة السرية وكل هذا جزء من الخطاب البلاغي الغوغائي الإيراني لكن إيران في مأزق كبير جدا وكل ما قام به في الأيام الأخيرة هو محاولات لاستنفار المجتمع الدولي للتدخل بشكل أو بآخر لإنقاذها من الورطة الحقيقية وهي الانهيار والتردي الذي يحدث للاقتصاد الإيراني والذي يهدد بفوران داخلي هذا هو أهم إيران الأول والأخير حتى الحديث عن بعض قنوات دبلوماسية سرية وأن هناك مطالب من إيران على سبيل المثال بتخفيف هذا الحظر على استعدارات النفطية كوسيلة لبدء حوار كل هذا لم يؤدي إلى شيء ومحاولات إيران أيضا التهديد بإعادة تنشيط أجزاء من البرنامج النووي ارتد إلى نحرها وللأسف انقلب السحر على الساحر واستفت الدول الأوروبية بما فيها روسيا إلى جانب أمريكا وحست إيران على ألا تتخلى عن التزامها في الاتفاق النووي طيب وطيرة التصعيد هذه نبرة التصعيد ما هو سقفها بالنسبة لواشنطن أين سينتهي سقف هذه التصعيدات بعد إرسال القوات الأمريكية مزيد من القوات الأمريكية وأيضا المعدات العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط هذه الإجراءات تدخل ضمن الاستراتيجية الأمريكية العسكرية بصرف النظر عن أن هناك نية أو استعدادات لحرب أم لا من الناحية العسكرية البحثة يجب أن هذا واجب العسكريين أن يكونوا على استعداد وأن يضعوا القوات اللازمة في حالة حصول أو نشوب نداع بالقرب من ميدان المعركة هذه النقطة النقطة الثانية الكرة الآن من وجهة نظري في ملعب الولايات المتحدة لأن ما قال به مسشار الأمن القومي جون بولتو من أن هناك تهديدات خطيرة جدا وأن المعلومات الاستخباراتية حقيقية في الواقع هذه المعلومات لم تعد معالمات استخباراتية فقط وإنما الهجمات الثلاثة الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية والسفارة الأمريكية في بغداد وأيضا السفن التي كانت في دشعات الإبارات بعد هذه التصعيدات في منطقة الخليج كانت هناك تصريحات بين مد وجزر بين إرسال قوات أمريكية وبين التراجع وأيضا بين التعزيز وبين التراجع وكأن هناك تخبط في رؤى بين الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية وترامب بنفسه فيما يتعلق بالكونغرس أجيب أولا على هذا الشيء الكونغرس بعد جلسة الاستماع التي حضرها وزير الخارجية ووزير الدفاع بالوكالة وأيضا رئيس الأركان والمخابرات CIA الكونغرس أصدر تصريحا وقال إذا ما ثبت أن إيران وراء هذه التدات الأخيرة فلابد من الرد عليها هذه نقطة نقطة ثانية سبق لوزير الخارجية أن أعلن ذلك بأن الرد سيكون على تهران مباشرة ولذلك قلت الكرة الآن في ملعب أمريكا ما حدث أخيرا خلال هذه الاعتداءات هو اعتداء على المصالح الأمريكية بمثل ما هو اعتداء على الدول التي أصابتها هذه الهجمات الاعتداء على مصادر النفط على خطوط أنابيب في المملكة العربية السعودية على ناقلات نفط تابعة للسعودية والإمارات كل هذا يعتبر مصالح أمريكية ومصالح دولية أيضا فلا مجال هنا لعدم الرد هذه نقطة المسألة هي كيفية الرد هل تكون عملية جراحية والرد على من تحديدا لكن أعتقد الكرة في الملعب الأمريكي في المقام الأول والأخير وإذا لم ترضى إيران بعد هذه العمليات سوف تزداد ويزداد ابتزازها تحديدا للدول العربية والدول المصدرة للنفط في المقام الأول لكن التزبزب الذي أشرت إليه كان يتعلق بمحاولات ترامب استدراج إيران للمفاوضات وواضح أن هذه المحاولات باقت بالفشل وتوقف الرئيس الأمريكي عن هذا وقال مؤخرا هم سيأتون للمفاوضات إذا يكونوا مستعدين لأن مستشاريه أخبروه بذلك إيران ليست مستعدة على الإطلاق للحديث وتراهن على عدم نجاح شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفية الدكتور عماد عبد الهادي على كل ما تفضلت به كنت معنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر